اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حوار اليوم مع دكتور ناجح حايق عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر دكتور حايق اهلا وسهلا بكم صباح الخير لألك ولكل المشاهدين اهلا وسهلا في مشكلة جديدة هلأ طرأت كل يوم عنا شغلة بتطرح نفسها وبتفرض حالها على مسرح الأحداث بتحتل المشاهد فتنا هلأ بقصة جديدة اسمها السجال والنزال يعني كانت يتحول الى نزال لبل بعتقد التحول هأول مرة بتصير تقريبا بين مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ومن تمثلة في لبنان بعتقد كمان احد المشاكل هي الشخص هون بسألك عنها ميراي جرال وبين وزارة الخارجية اكيد الوزير جبران بسيل في تدبير اخده الوزير جبران بسيل وقف طلبات المقدمة المقدمة وكل الطلبات المقدمة من المفوضية شؤون اللاجئين قبلته بارح ناطب اسم جوتيريس بقول ما وصلنا شي بعد بارح اليوم اكيد غير الوضع قال ما وصلنا شي اللافت انه الهجمة وردة الفعل على قرار الوزير بسيل من الداخل ما بدي سمي كل العالم سمعون بس اللافت لفتني اكتر شي شو بدي المواقف السياسية موقف نديم الملة دكتور نديم الملة مستشار الخاص لدولة الرئيس سعد الحريري بيعتبر انه كل شي عامله هلأ الوزير جبران بسيل بيضرب صلاحية رئيس الحكومة مجلس الوزراء مجتمعا العلاقات ويناقض كل سياسة لبنان وبيعتبر هيدا موقف شخصي للوزير بسيل ولا يعبر عن سياسة الحكومة اللبنانية بلشنا مشكل صار بين الوزير بسيل والرئيس الحريري ما علي انا مش عم بطرح لأمور من هالزاوي تصدر الحقيقة هي انه اللي قاله الدكتور نديم الملة هو جزء صغير وديق من تفاصيل القصة الكبيرة يعني نحن ما في اشكال لا مع الرئيس الحريري ولا مع اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني بخصوص موضوع اللاجئين بس فيه تفصيل صغير هي طريقة الوصول الى مبتغى كل اللبنانيين ويلي هو اعادة النازحين السوريين اللاجئين يلي بدك تسميهم الى ديارهم يلي صاير هو انه بسوريا صار فيه مناطق كتير امنة وفيها ما فيها ولا اي مشكل وهالمناطق قد لبنانه عشر مرات ما في ضرورة لوجود هالكم الكبير من النازحين السوريين في لبنان هلأ نحن من زمان ويتفق معنا اكترية المجتمع اللبناني من زمان نحن عم ننبه مش من خطر اللاجئين لانه بالنتيجة اللاجئ فيه منه لاجئ اقتصادي بس فيه منه لاجئ معطر كمان مغلوب على امره وما بيعرف شو عم بيصير بالميلة الاخر من الحدود نحن اكتر شي عم ننبه من ايداء بعض الدول يلي هي عم بتحرك المفوضية العليا للاجئين من شان تترك النازحين السوريين بلبنان لعدة اسباب نحن نتهمهم انه بدي نتركوا اللاجئين بلبنان من شان يكونوا ايدات لتفجير الوضع اللبناني اذا كان صار فيه لزوم لتفجير الوضع اللبناني واحد السبب الاخر هو لابقاء الوضع بسوريا مأزوم ومتأزم لانه لما بيكون سوريا مفرغة من اهله بيضل بحالة نزاع وحالة حرب هذا الموضوع نحن بطل مقبول عنه نحن لسوء الحظ وردنا من الحكومات السابقة ومن الوضع الذي كان قائم يلي كان ما عندنا كتير سيطرة عليه من الناحية السياسية بالسنين الماضية وردنا ايداء معين لمفوضية العليا للاجئين انت بتعرف انه بالشرق الاوسط في كتير بلدان عندها لاجئين يعني تركيا عندها لاجئين الاردن عندهم لاجئين دول اللي هي حوالها سوريا عندها لاجئين المنطق البلد الوحيد يلي المفوضية العليا للاجئين بتتصرف هيه متل ما بده هو بلبنان يعني بتجي المفوضية العليا للاجئين ترتقي انه هيدا تعطيه مصارب تعطيه ترتقي انه هون لازم يسير هيك هون لازم نعمر له بات هون لازم نحط له خيمة بدون العودة الى الدولة اللبنانية وهيدا شيء غير مقبول بالكامل بالكالم الكلمه هون بعد الانتخابات نحن اعتبرنا انه هون وصل الخط الأحمر والزيح الذي بيوقف عنده كل شيء لأنه الوجود السوري في لبنان يشكل خطر على الاقتصاد اللبناني وعلى الأمن اللبناني ويشكل خطر على كل الاقتصاد اللبناني وعلى كل الأمن اللبناني والخطر الأكبر الذي يشكله هي على المناطق الحدودية هي اللي هي بنا مسيحية لنحكي من الآخر يعني نحن بمحل معين بيقول لك بجبال وكسروان في وجود كتير للسورية بس نحن عم نوظفهم ونشغلهم وعم نستعملهم كيد عاملة وهيدي شغلة صحيح في عيال بس مش هون الضرار روح على عكار وعلى بعلبك وشوف فاتحين محلات انهم بالإجمال السوريين ما انهم فاتح محل بساعة جونية بس اذا بتروح على حلبة فاتح محل بحلبة واذا بتروح على عكار العتيقة واذا بتروح على الهرمل ويشكل خطر على لقمة عيش اللبناني بالنتيجة شاريتيبيا نوردونيكو ماس برس وامام ما فينا نحن نظلنا حاملين كل هالكم وبالآخر نصرخ المفاوضية العليا للليجئين لازم توقف عند حدها ولازم تعرف انه كل تصرف بتعمله وكل سياستها بتمرق بالدولة اللبنانية هايدي ما انه سياسة بلد لبنان ما انه بلد مشاع بتقدر تتصرف المفاوضية العليا للليجئين او الحكومة او الامم المتحدة مثل ما بدا فيه ابدا ابدا ونحن كدولة لبنانية منا مكتومي القيد من شانا لا يجي حدا يقلنا انتو بتفل من هون وانتو بتطلع من هون وبعدين بما انه صاروا في هلتين قلون سنين من وقت ما صبلشت الحرب السورية الامم المتحدة وكل جمعيات يلي هون صاروا بيعتبروا انه هو بتعرف تعودوا يعني بالنتيجة تعود المسؤول الامم المتحدة انه هو بيعمل متل ما بده بقى اذا بتغير له هالخصلة اللي هو متبعة له سنين بيعتبر انك انت عم بتدق بسيادته هذه صارت عملية وضع يد على السيادة اللبنانية ونحن منقول انه في ايادة غريبة عم بتحرك هالملف واحد وشغلة تانية مش بس ايادة غريبة هالجمعيات اللي عم بتساعد النازحين واللاجئين انت بتعرف انه مصروف المصاري بدون حدود واكيد في ناس عم بيستفيدوا ماديا في فساد عند الامم المتحدة وتبين للاجهزة الامنية ونحن اللي بنعرفه يعني انه في اشخاص عم بيستفيدوا ماديا من هالموضوع وهيدي ما بدون يوقفوه بس هون وقفت هالعملية ما في اشكال مع الرئيس الحريري على هالموضوع هو بده يلي بدنا منه متر بده منه ميت متر كمان بقى انا بعتقد انه موضوع الكلامي اللي قاله الدكتور نديم المنلى هو زوب عبي فنجان لا يفسد في الوضع قضية نحن كلنا بدنا زيت الشي نحن بدنا نوصل كلنا لانه نرجع لبنان لما كان قبل لانه مرح فينا ننهض بالدولة اللبنانية مع هالكم الكبير ومع هالعالي الكبير لانه نحن اذا مكسورين بالكهرباء لانه السوريين بياخدوا كهرباء ولانه بياخدوا مي ونحن فجأة بتعرف انه انت فجأة بتجي تقلب له لبلد نص عدد سكانه ادي هاللبنان قوي عم تتخيل ادي لبنان قوي ليكون عنده قدرة استيعاب هالعدد الكبير ما في ولا دولة بتعملك انت بتعرف انك بتروح على الاردن اردن عنده ازمات كبيرة اردن اشتجورج اردن عامل مخيمات عامل مخيمات وهالمخيمات كان في بتساع مئة الف حاطت فيها مئتين الف حصرهم هادي هي الحاجة لا عنده مليون وشوية لا عم قللك المخيم كل مخيم اذا مخيم بساع مئة الف حاطت فيها مئتين الف هلأ مطلوب من المفوضية العليا للاجئين ان تفتش على اماكن امنة بسوريا بالتنسيق مع الدولة السورية واذا بدوا نحن مندلهم كمان وتعطيهم مصاري وكل مرة منطلع معك على التلفزيون استيس جورج هون منقول الحوافز الحوافز احدى اسباب بقاءها الكم الكبير بين السوريين في لبنان هي الحوافز الكبيرة اللي عم تقدملونياها الامم المتحدي فيه حوافز منظورة نحن بننتبه له فيه حوافز غير منظورة الحوافز غير المنظورة هي اللي عم بتخलينوا يضلنون هون هالحوافز بتنقلها من لبنان بتنقلها شوي صغيرة برات الحدود شوية غير منظورة يعني بيعطوهم مصاري تحت الطاولات لها تحت الطاولات انت ما بتعرف بعدين بتعرف شو بتعمل هن بغطوهم اذا بتشوف تطلع على القصيمة تقصدهم التسجيل اللاجئ بكعب القصيمة الأمم المتحدة عطيته شواء للاجئ أن يقول هل تريد أن تبلغ الدولة اللبنانية عن هذه المعلومات ولا لا؟ عم تتخيل إذا فيها انتقاص من الدولة اللبنانية وهون تيجي دور كل الوزارات وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الخارجية ووزارة الدخلية والأجهزة الأمنية كلها يلي مشكورة قدرة تضبط هذا الوضع لأنه بمحل الوضع مضبوط بالموضوع الأمن وقت اللي بحط لك مليون ونصف سوريا أنا برأيي غريب كمية الجرائم لازم تكون أكبر بالصراحة هيك زادت أكيد بس فيها تكون أكتر بكتير من هون الدعوة إلى الوقوف كلنا إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية وإلى جانب الوزير بسيل بمطالبته بيإيقافهم عند حدهم في دول كتير مستعدة وانت تعرف أن بولونيا مستعدة تمو المخيمات بالداخل السوري ومستعدة مع فائد مالي لكي نتعمر له نضيع مدمرة بسوريا لكي إعادة النازحين وفي قصم كبير من النازحين حابب يرجع على بلده بس وقت أنت بتخوفه وتقول له أنه في خطر أنك تموت في خطر أنك يقتل لك أولادك ترجع وتحط له الشك براسه وببطل يروح وهون نحن نشك بإيذاء مفوضية العليا للاجئين أنت بتعتبر أنه ميراي جرار السيدة ميراي جرار بهيك تشتغل من رأسه في مرجعية دولية أممية لأله نحن عم نقول أنه هي كمان يمكن أنه توضع برسونا نون جراتا شخص غير مرغوب فيه بحق الله وزارة الخارجية الوزير بسير لكن هذا شخص غير مرغوب فيه عم يتصرف من رأسه هذا تطبيق لسياسة أممية ولو مؤررات مؤتمر بروكسل توطين النازحين ودمجهم بمجتمعاتهم وأعطاءهم هون بلشت المشكلة يعني المشكلة بلشت من بره مش مع ميراي جرار اللي عم بتطبق أنا ما اتهمت ميراي جرار أنا عم بأتهم 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 هلأ باعتباره شخص غير مرغوب فيه مع ميراي جرار بيجي حدا تطبيق نفس السياسة ما هون القصة التصرف يلي تصرفناه مع ميراي جرار هي رسالة لهالجهاز يلي يلي عم بيحرك ميراي جرار ويلي بأتها على لبنان أنه انت بابا فيك تعملي مثل ما بديك سياسة النزوح في لبنان وقبول النزوح وعدم قبول النزوح تقررها الدولة اللبنانية مش المفوضية العلية للاجئين مش عزوئك هلأ هنه عم بيدفعوا ويساعدوهم يمكن بكرة يقرروا مثل ما قررت الأنروا بعد خمس سنين ببطل تدفع شو بيصير انفجر الوضع الديموغرافي والاقتصادي نحن عم نعاني من اشياء كتير يعني بتعرف انت الولادات غير المسجلة شو عم بيصير فيها هادي صاروا مكتومي القيد عشرين ألف ثلاثين ألف مين بيعرف ادي الزيجات غير المسجلة بيجي شاخ مكتومي القيد بالنسبة لبلده مش لبلدنا اذا شخص موجود بلبنان ما بتعرف مين منه مسجل ما بتعرف مين بيه بيقولك أنا مكتوم القيد ببطيك ترجع للاول والتاني والتالي فيك ترجع للأرابي من أول واحد ما فيهم يهربوا مننا هادي بس باقي اللي بيزدتلك خمسين ألف مكتومي القيد بالنسبة للسوريين ما عنا مشكلة خمسين ألف بيزدتلك خمسين ألف بتعلق فيهم وجوده على الأرض اللبنانية هو مشكلة المشكلة مش دايما بتجي من الورائي اللي معويها مشكلة من وجوده الوجود على الأرض اللبنانية بيخلق لك مشكلة إذا عطيته ورقة ولا ما عطيته ورقة شو رأيك بكرة إذا السوريين بيقولوا لو أنت مكتوم القيد خمين بيقلك إنه بايك سوري ما بعطيك أنا ما بعطيك شهادة ولادة ما بعطيك باسبور شو بيعني بيظل موجود هون هيدا هي المشكلة مثل ما هيدا مشكلة عانت مننا عانت مننا دول كتير مش نحنا بس عانوا مننا بأمريكا حتى عانوا مننا إنه موجود على الأرض الأمريكية مين بيعرف مين هو فرق إنه هونيك كل واحد يولد على الأرض الأمريكية يصبح يصبح أمريكي بس نحنا طريقة الأحوال الشخصية اللي عندنا وطريقة تركيبة كل هالموضوع هو مختلف عن غير بلدين شو رأيك بس يقول دكتور مول للوزير بسيل بيقولوا يا معالي الوزير أي أخطر أرار المفوضية العليا ولا أرار الأنون عشرة السوري يلي بيطلب من السوريين يروحوا يرجعوا على أرضهم أو على ضيعتهم يعملوا إعادة الترثيب لأوضاعهم تحت طائلة نازع ملكياتهم عنهم عم بيقولوا شو إياه أخطر ها ولا ها شغلة أولى شغلة تانية بيقولوا عمول معروف كاشفنا وصارحنا بمضمون الرسالة اللي بعات لكيها الوزير وليد المعلم ردا على رسالتك الاستفسارية حول موضوع الأنون رقم عشرة عم بيقول أنه خطورة السوريين أخطر من الأمم المتحدة في أزمة هلا ما بنا نعترف أنه صار في أزمة داخلية مشكلة داخلية هي ربط نزاع مع المشكلة الخارجية وعم يستخدم كلام الوزير معين برعب يطلب بفرض أقوبات على جبران باسير على أقوبات دولية بس عم نحكي بالوزير مروان أحمدي شن هجوم صاعق عليه لا في مشكلة داخلية الوزير مروان أحمدي اللي شرح ليه هون هول كلمة رحل لك موضوع القانون لقم عشرة بسيط موضوع القانون لقم عشرة بسيط القانون لقم عشرة تهيبلش يتبطئ يتطبق بده سنتان ما في شي هاك ناس بفتكرين منه من ضمن شهر من ضمن شهر بعض صدور المراسيم التطبيقية موضوع أنا قريته للأنون نحن ما فينا كمان نعتلهم موضوع العلاقة بين الدولة السورية ومواطنيها ونزع ملكيتهم ولا عدم نزع ملكيتهم ماشي الحال هلأ صار هو كل هالناس عتلنين هم ملكيات الدولة السورية مش عتلنين هم أرواح اللبنانيين واقتصاد اللبناني بدون يسمحوننا فيها أنا برأيي هاي دي مسيادات فارغة ما رح توصل لولا محل وزير مروان أحمد هني منطلقين إنه إذا بشار الأسد رئيس بشار الأسد شلحون أرضهم مثل ما هني بيبقوا هون بدون يبقوا هون هني كمان معتبرين أنه أنه هاي دي هني كمان قلبهم على أنا مش أكيد بمعرض الدفاع عن موقف الرئيس الأسد بس لما بشوفوا أنه هاي دي تحفيز أنه أنت برأيك اللي بيقاله روح سوي وضعك وقال من قشتك أرضك هو هلقد رح يكون متعالي وعنده ما بعرف شو ما يروح ويسوي بالعكس هيدا بيحفزهم ليرجعوا ونحن بدنا نحفزهم يرجع بيقول لك هيدا المهل بالنسبة لهالموضوع تيخد وقت كتير سنة سنتين القانون العشر بعثنا استفسار وإجينا جواب الجواب هو بموضوع أنه هيدا الموضوع بيخد وقت كتير ما بيعتقد أنه إذا الرئيس الحريري طلب أن الوزير بسيل يكشفه بموضوع الرسالة الوزير بسيل هو وزير بحكومة الرئيس الحريري وما في إشكال مع الرئيس الحريري الاعتقاد بأنه هذه مزايدة تلفزيونية بس لأنه مش حبين النظام السوري لا قلنا حبيب بالدكتور حيك أنت زالما بتعرف الوضع بس يحكي الدكتور مولا يعني عم بيحكي الرئيس الحريري يعني عم نحكي الأمور مثل ما هي غير معين المرعبة اللي ما عاد نايب وما رح يكون وزير وصارت العملية ولا الوزير مروان إحمادي يلي ما قالوا عليها بالرئيس الحريري ككتلة سياسية دكتور مولا عم بيحكي بس يحكي الدكتور مولا عم بيحكي الرئيس الحريري أنا عم بعملها الرابط مع لي الواقعي والمنطقي يعني في مشكلة مع الرئيس الحريري إذا لم يتم تدرسها ما في مشكلة مع الرئيس الحريري عظيم أنت بتعتقد هك أنا بأكد لك أنه ما في مشكلة مع الرئيس الحريري أنا قلت لك من الأول أنا أكثر واحد بأس بالكلام إذا كان في مشكلة. أنا أعملك ما في مشكلة وهن بدهم يخلصوا من هالوجود السوري لأنه بتعرف كيف بدهم ينجح الرئيس الحريري بالحكومية اللي راح يشكلها هلأ وعنده مليون ونص لاجئ سيحبين له الكهرباء وسيحبين له الماء وسيحبين له كل شي والطباب والاستشفى والتعليم والمصاري والشغل كيف بدهم ينجح كيف بدهم ينجح كيف بدهم ينجح الخطة الاقتصادية اللي بدي تنهض بالبلد بتبلش بادئ دي بدء بالموضوع إعادة إعادة تموضع وإعادة تمرك هزء الوليك سوري كيف تقرأ إمكانية ردة فعل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أرار الوزير باسيليا اللي كمان عبر الأو تي في ومعطيات الأو تي في اللي نقالت مبارح مع زميل لنا سيصعب بالأخبار أنه في خطوات تصاعدية إذا ما بيرجع الوضع بينضبط ضمن إطار السيادة اللبنانية والتنسيق معه رح يكون في خطوات تصاعدية من الجانب اللبناني الأمور راح على التأزيم تعرف شو راح يعملوا؟ مش على التسهيل تعرف شو راح يعملوا فوضية العليا للاجئين؟ راح يقنعوا ورح يسكتوا وما راح يعملوا شيء أنا أبأكد لك أنه هيك راح يصير شو عندهم حلول يعملوا؟ شو عندهم؟ يوقفوا المساعدات إذا يوقفوا المساعدات يفلوا السوريين نحن نقول لهم توقفوا المساعدات يفلوا السوريين نحن بدنا أن يصير هذا في ناس عيشين من إيقاف المساعدات اتأكد أنه في كتير بس يتوقفوا المساعدات يرجعوا ضاعة تبطلوا يقدروا يعيشهم في ناس عيشين على المساعدات الأممية بقى هن بقدموا مساعدات للاجئين السوريين اللاجئين السوريين بيشكرون على تقديم المساعدات بس بقدم مساعدات هذي مش مني للدولة اللبنانية هن عم بقدموها أبدا بالعكس هن عم بقدم مساعدات كأنه هن عم بساعدونا كأنه كيدون أردون لا يا حضرة المفوضية العليا مش كيدون أردون انتو مش عم تعطونا لأن انتو عم تصرفوا لعنكم وأنا برأيي إحدى بالبيان الوزاري طبع الحكومة الجديدة لازم يوضع بند طريقة العلاقة مع المفوضية العليا للاجئين وطريقة العلاقة مع الأموال يلي جاية من شأن تساعد الموجودين في لبنان اللاجئين السوريين موجودين في لبنان يلي بدوا ساعدهم بساعدهم عبر الدولة اللبنانية أنا بتأمل أنه هيدا يكون على سلم أولويات الحكومة الجديدة الأمم المتحدة بكل وضوح استفان دميستورا بيقول لا عودة للاجئين أو النازحين السوريين من لبنان ومن غير لبنان إلى سوريا قبل تضاح معالم التسوية السياسية في سوريا والحل السياسي في سوريا وأبشر يا مربع بطولي سلام من زمين إجا الرئيس الشراك لهون وقال أنه لا انسحاب للجيس السوري من لبنان قبل حل قضية الشرق الأوسط من مجلس النواب اللبناني سنة الألفين هذا كلام وانسحب الجيش السوري قبل حل قصة الشرق الأوسط قتل رئيس الحريري صار زلزال بالبلد لا يصحب الجيش السوري هو إيداء الدياسبورة اللبنانية التي اشتغلت عينون استعادة السيادة اللبنانية لا نريد أن نفوت بهذا الموضوع لا نريد أن نرجع بس استشهد رئيس الحريري فلو السوريين كان طالع كان طالع القرار دكتور حقيق يا حبيب قلبي هالقرار كان طالع بس شو الشرارة شرارة طلعك طالع القرار بإعادة التموضوع اغتيال الرئيس الحريدي سرع كم شهر من سحب السوري كلها سوى لو ما استشهد رئيس الحريدي كلها الحركة ما كان كلها الحركة اللي صارت بالبلد ونتائجها طيب على رأس وعيننا نحن نتحاور حبيب قلبي طلع القرار 520 الأمم المتحدة سنة 82 بخروج الجيش السوري من لبنان من سنة 82 لسنة 2050 صاحب الجيش السوري شو بتالي طلع قرار طلع قرار من الدولة الأمريكانية نحن بنعرف التفاصيل كلها من الألعي دولة الأمريكانية هي وقراراتها تبلن وتشرب زومه شو هالحكي على رأس خلاص ما رح نختلف خلينا نكمل لأن الشرق الأوسط الجديد اللي عملته كوندوليسا رايس أفتيف كانت دبابات الإسرائيلية عم تحترق بواد الحجير وعم يتبهضل الإسرائيلية ويتشارشحه كوندوليسا رايس كانت عم بتقول الشرق الأوسط الجديد يولد الآن من رحم العدوان تموس تبهضل هني والإسرائيلية خليهم بمصيبتهم الأمريكاني كان في صحافة مرة أمريكاني عند الجنرال عن وقت كان بالرابي قاعدين قاعد قلعا بيقول أنه أنتو هلأ برأيكم أنه رح فيكن تغلبوا الدولة الأمريكانية كان في كان في صراع ما ناسي شو هو الموضوع أنه إذا الدولة للحكومة الأمريكية بدها هيك وانتو كنتو ماشيين ضدها برأيكم أنتو رح فيكن تربحوا قلت له إيه لأنه نحن وقت كان بدنا نسحب الجيش السوري من اللبنان كان دولة أمريكينية ما بدنا تسحب الجيش يقدر نربحنا يعني لما بيكون للبقاء هلأ 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 وحدة اللبنانيين في مواجهة هذا الخطر الدهم هي فوق كل الاعتبار وهي يلي رح تخلينا نتخلص من هالمشكل وما في أي شخص ولا أي عاقل في لبنان برأيه أنه هذا الشي رح يقدر هذا الشي منه منيح وهذا أنه لازم يبقوا السوريين هون إعادة السوريين على سوريا ولا إبقاءهم في لبنان كل واحد يفكر أنه هذا بيقرر بيأثر على وجود وعدم وجود الرئيس الأسد في سدة الرئيسة بسوريا وهم إذا بترجع له السوريين يعني في ناس يقولوا تركوهم هون إذا بترجع له السوريين يمكن بتضره أكتر بتتقل عليه أكتر هذا كله مش هو اللي بيقرر وجود الرئيس الأسد أنا برأي اللي قرر إبقاء وجود الرئيس الأسد خلي موجود بقوته وبقوة روسية اللي وقفت حده وبقوة كل اللي دعمه وحزب الله وإيران كل اللي وقفت حده ربح بالنتيجة من شن هيك بقى يلي بيلقط الأرض هو اللي بيربح هيدا هي الحقيقة هو اللي بيفاوض يحوي هلأ بعضه لقيت كل الحكومة كل السفرات بكل العالم وكله ما حدا ما حدا نشق عنه هيدا هي الحقيقة نحنا ما دخلنا فيه هيدا الموضوع وجود أو عدم وجود الرئيس السوري بيقرروا الشعب السوري والسياسات الدولية وكلها نحنا ما قلنا علاقة بهالموضوع نحنا عنا مشكلة بلبنان بدنا نحلها ولأول مرة بالتاريخ كلنا متفقين على حلها يمكن يصير فيه سوء تفاهم بقلية الحل ولكن الهدف الأسما هو موجود وقلية الحل إن شاء الله بتكون قريبة وبيرجعوا السوريين انت بتشوف بعرسال في عدة ألاف من السوريين كانوا عم يرجعوا على السورية 65 ألف بعد لاجئ سوري بعرسال لحديث هلأ بيرعم بقر الرقم هلأ كان فيه مشروع خمسة ألف واحد وقفته لأمم المتحدة وقفته لأمم المتحدة وهيدي نحن مش قدرين نقبل هيدا مش قليل كان في خمسة ألف واحد والبداية مثل العادة يعني بدون ما نكون نحن عم نعمل عم نحكي شغلة ما بيعرفوها الناس أكيد بجهود مباشرة وتولي مباشرة من اللواء عباس إبراهيم هذا الملف رايحين يجو الأمم المتحدة من وجهنه تحية ونحن عنا ملء الساقة هيدا الموضوع رح يقتلنا رح يغرقنا وبننا نحله ما بعتقد فيه اشتباك بهذا الموضوع رح أنقل بعد البريك على موضوع المرسوم التجنيس لكن بدعم الرابط بين مرسوم التجنيس وخطوة الأمم المتحدة المفارقة باللبنان الناس يلي عم بيهاجموا مرسوم التجنيس هن ذاتهم عم بيرفضوا عم بيقيدوا قرار الأمم المتحدة بإبقاء النازحين وعودتهم الطوعي إلى هذا هيدا كمان لا تفسد في الوضع قضية بعد البريك بعد البريك مع هو المحاور وأنا الضيف يلا بعد البريك أهلا وسهلا دكتور حيك موسيقى أهلا بكم مجددا في حوار اليوم وأهلا بالدكتور ناجح حيك عضو المجلس السياسي في طيال وطني الحر أنا أسألك الناس اللي عم بيهاجموا مرسوم التجنيس حفوض بالتجنيس لكن من هيدا البيت عم بيهاجموا مرسوم التجنيس أو عم بيهاجموا تحديدا رئيس عون ينتقدوه يعني مع أنه مرأة القصة بوزير الداخلية اللي أقرت اعترفت وزار الداخلية من يومين أنه طلع حتى من بعد ما استلم الأمن العام تبين أنه فيه كم اسم مشبوهين وكذا وهيدا وراحت عند رئيس الحكومة وآخر شي يجيت عند رئيس الجمهورية ومرت على الشرطة النشرة القضائية يعني الشرطة القضائية وفرع المعلومات والإنتربول ومرت على الأمن العام اللي كان يفترض أول شيء أول شيء أول شيء تمر على الأمن العام وبركي ما كنا وصلنا لهون هلأ قلست على الأمن العام وعم تبين الأمور عم تتوضح طلع أنه فيه كم اسم مشبوهين وما كانوا منتبهين لهم مع أنه فيه نشرة قضائية وفيه فرع المعلومات وفيه الإنتربول هنزاتهم الناس عم بقولوا هلأ لا خلي السوريين هون كيف تفسر هيدا التناقض ما علي يعني القصة السياسية هيدا مرسوم التجنيس شيء خبرية بتغشم ندحكو هلأ الزوبع اللي عملوها على مرسوم التجنيس بيدحكوني كل اللي عملوا هاك تعريف بسنة تلاتة وتسعين أربعة وتسعين طلع مرسوم التجنيس جنس 200 ألف 300 ألف صاروا هلأ 500 600 ألف 600 ألف شخص مجنسين أكتريتهم أكتريتهم سوريين وفلسطينيين ومن دول جوار أكتريتهم مش أكتريتهم كلهم تقريبا 95% ما بعرف الرقم على المضبوط أدي هو ما حدا حكي ولا كلمة نحن بالتيار الوطني الحر أيمين حرب عليها من سنة الـ 94 وصلنا على هلأ لوصلنا لأ أخدنا روح شوية صغيرة لوصلنا على على مركز بصير نقدر نتصرف بهالموضوع وما في حدا بيحكي ولا كلمة ما في حدا بيوقف حدنا بهالموضوع عم نحكي على 500 600 ألف بيقيلوا هالصلاحية فخامة الرئيس من شين يجنس كم شخص طلع طلع على مرسوم التجنيس لا في أشخاص علاقة بالأنظم ولا بيضي أموال ولا شيء كلهم يعني أنا ما بعرف الأسامة كلهم بس مثل ما عرفت أنه أكتريتهم لهم أوضاع تحتم تجنيسهم وهذا المرسوم رح يكون له ملحق آخر رح يصير فيه تجنيس آخر كمان والعدد منه كبير عدد كله بين حصر 50 واحد 70 واحد فيه منهم 30 أربعين سوري وفلسطيني 110 كل سوريين وفلسطينيين أكتر 110 110 فرنسوية والإنجليز والبريطان فرنسوية والإنجليز والأمريكين تقريبا 101 كم كم بغض النظر عن الأعداد أنا عم بقول يلي ساكت تلتين مسيحية يلي ساكت يلي ساكت على هالموضوع على موضوع 600 ألف إله عين يجي يطلع ويحكي ويخبر على إداء الرئيس ولا فريق الرئيس المخزي يلي عم بيجنس عم بيجنس سوريين دايما عم تنقال هلأ يخي إذا صار خطأ إذا صار خطأ يكرر سؤال ما عم بيحكي فخامت الرئيس فوق كلهم هول الشغلات أنا عم بقول صار جريمة بسنة الأربعة على رأسي أنت بعم في الظروف سنة الأربعة وتسعين شو بنت بالظروف تقال لك شو وقت يلي بيصير فيه إبادة جمعية أنا بس عم بقول لك وقت يلي بيموت منقول لأنه صار خطأ هلأ منبرر الخطأ خليني أقول لك لا وقت يلي بيصير فيه حرب مثل العالمية التانية وفيها ظروف يقتل فيها مثلا مليونين فرنسي على يد الألمان هيدة مش إنه ظروف ماتوا طيب 400 ألف مش مليونان ماتوا بفردان ألف سنة الألف مات مليونان بفردان سنة الألف مات مليون ومتان ألف بالحرب العالمية الأولى بالأولى مقلت لك خلاص والله مع مشارعك يلا تفضل هلأ عبولا أنه أقل شي ماتوا فرنسيوية عن بعض مثلا أه بعرف حبيبي 600 ألف سكتوا عنهم ما حدا أحكي شي وليك هلا الرئيس ميشيل سلامان كمان جنس ألفين واحد ألفين واحد ما حدا أحكي ولا كلمة بأخذ العهد خلاص بأخذ العهد ولا بأخذ العهد كل جمعة يعمل مرسومة جنيس هذه من صلاحياته ما حدا بمس من صلاحياته على رأسي بس أنا اللي عم بقوله اللي عم تقوله شو لا أنا عم بقوله أنا عم بقوله أنا عم بقولك أن المسؤولية عليهم هلأ عم بحطوها ووصلوها للرئيس بس كمان بس توصل أنت لهذا الموقع سؤالي هو التالي الأمريكاني سامع بحياتك أنت الأمريكاني بيطلب جنسية تانية إذا كانت أمه لبنانية رحلك وإذا مش أمه لبنانية رحلك رحلك يخي أنا عم بقولك هلأ المجنسين مع تلت تربيعهم أماتهم أمريكان وبياتهم إيرلندية وطليان وما تطلعت هلأ ما فيني فوت أنا بزليم وبتفاصيل اترك علي أنا ما بعرف أنا عم بقوله سي جورش أنا ما بعرف من إني هون ناس ما فيدي قللي في واحد أمريكاني مجنس أمه مش لبنانية ليش تجنس أنا عبر لك طيب إي طيب لا أنا قزي السؤال إذا كان بدو ما يدفع ضريبة بلده يجي يدفعها بلبنان تتير منيح غيره طيب ما بعرف إنه أمريكاني واحد بيروح بيبرم العالم كله سوا معه باسبور أمريكاني ما هيك هل أمريكاني بيفوت على العالم كله سوا قلتي الحاله لياخد هيد الجنسية شو بدأ أنا بيعرف كانت انجليزي والفرنسي والألماني والطيلياني والأمريكاني ياخد جنسية المنحن مین قلب مش مجوز واحدة لبنانية مين قلب مش أصله لبناني مين قلب مش استه لبناني أنا عندي قريب أمريكا جنسوا لبنانيين هاودي عندهم ملك أنا عندي ملك بالنص أنا وياهم شركائي أنا شخصيا بالملك هؤلاء اللبنانية اشتغلوا للقضية اللبنانية أكثر من كل ما فيه ناس هؤلاء يا دكتور حيك على رأسي هؤلاء اللبنان عم بتفوت بالتفاصيل الواحد ما بعرف الأسامة عم بتجي تقل لي هيدا الأمريكاني لا عم بقول لك ما بعرف طيب خلق لهم الناس عم بيسألهم عم بيسألوا على 300-400 واحد أنا يلي بقول لك هي يلي عنده مشكلة مع التجنيس وبفهمه وأنا موسيقى تجنيس السوريين والفلسطينيين ما بتطن كثير على دينتي وقع ما أنه مني على دينتي أنا بقول له روح تنعمل حملة ونعمل مظاهرة نلغي مرسوم التجنيس كله طبعا لسنة 1994 تفضل عم قولها تفضل حكي عن مرسيم الرئيس سليمان بحديث للأو تيفين نايم نعم طلق أبي ناصر الله يتول بعمره عم بيقول نحنا طلبنا من خمس ست وزراء تعاقبوا على وزارة الداخلية من كل الفترة فيه أشخاص رفضين جنسية إنه فيه ناس أسحبوا منهم تفقول 94 وفيه حكم الشورى الدولي ما بينفزون ما عم بينفزون مش بس هاك تعرف شو الأخطر من هاك فيه ناس أعطيت إلن الجنسية اللبنانية وهن يرفضوها وبعضهم نازلين على لويح الشطب وبعضهم معتبرين لبنانيين نحنا بنعرف شو تفاصيل اللي كانت صارت بوقتها ولسوء الحظ هيدا تفاصيل محزنة يعني أسباب التجنيس وأسباب اللعب بالديموغرافية في لبنان أنا برأيي بعد منه مأخر مش أنت نرجع نحل هالموضوع خلي حضرات اللي قيمتهم يتفضلوا يقولوا لنا أنه هن مستعدين ينزلوا معنا على مجلس الشورى على وزارة الداخلية مستعدين يعملوا مظاهرة ونحنا بننزل معهم بالمظاهرة من شان إلغاء مرسوم التجنيس الكبير ياللي صار سنت 1994 هذا من ضمن اللعبة السياسية ما رح تزدلوا حجمهم بالوزارة ما رح تزدلوا حجمهم بالشارع وهذا ما وصلت لمحل وخصفنا هيدا فقيقيح صبون ومعارضة مجوقلة بما هالموضوع ما إلا معنى أنت بتعتبر أنه هيدول إذا تجنسوا الأربعمية معلش مش مشكلة لأنه في أربعمائة ألف واحد أبو جنس لا مش عم بقول لك هيك أنا عم بقول لك أنه أنا لي ملء الثقة بالعماد عون وبمكتب العماد عون ياللي ما جنس ناس إلا ما يكونوا هؤلاء ناس مستحقين لي ملء الثقة وهلأ ما طلعوا قال وكلنا قلنا لا لا ما فيه كل شخص عنده معلومات عن حدا أبض مصاري ولا عن حدا دفع ولا عن سبب مشين لتجنيس هالشخص خليه تفضل يعلن عنه ويعمل بلاغ عنه ويعمل إخبار عنه بس الكلام ما شفت الأسمائي اللي حطوهم بالأول كلهم كين وكزب لا لا أنا فيه شغلي كمان عشوية رح يقوله جنس الرئيس الأسد ما قالوا دخلي الرئيس عونبي كلها القصة أنا ما عم بحكي عن هادي وما حدا بيقرب عليه لرئيس عونبي هذه النقطة ولا بغيرها أنا اللي عم بقوله سؤالي هو بمطرح آخر تماما رئيس الحريري والوزير مشنوق بعد تقدير والاحترام لقلهم لما وقفهم السابت من النظام السوري ما هيك صح مضي عليه الوزير مشنوق ولا لا مضي عليه الرئيس الحريري ولا لا صح كيف الرئيس الحريري والوزير مشنوق بيمضوا على تجنيس ناس مقربين من بشار الأسد وناس أعمدة في نظام بشار الأسد وناس متمولين كبار في نظام بشار الأسد وأحدهم مسؤول عن مقام سيد زينب بسوريا طب فيه الوزير المشنوق والرئيس الحريري قبل ما ترون عند الرئيس عون أنا عم بسأل كيف التشنز والعداء لسوريا بالسياسة ويكون توقيع على مرسيم فيها ناس مقربين من الرئيس بشار الأسد جواب هو التالي هيدا سؤالي أنا جواب هو التالي هيدا حملة مبارمجة على العهد بس من شان هيك إطلاق النار صار على الرئيس عون وعلى فريق الرئيس عون مش على حدة تاني بس هيدا هي كتير بسيط الموضوع ومبسط ليش ما صار فيه إطلاق النار ما هني يلي عم يطلقوا النار يلي هني أصحابنا وأصحابك بالقوات اللبنانية وبحزب الكتائب يلي عم يطلقوا يلي عم يطلقوا النار على على هالمرسوم يطلق النار على الرئيس الحريري وعلى المشنون لا تعرف هذه مناكفات داخلية وشد حبال بلا معنا موصل لبحل وطلعوا كلهم مغلطين هذه هي طلع غلط بس خلصت لسه زعلين طلعوا ماما منحا لا مش زعلين كيف زعلين أكيد مش زعلين عم بلك أنا اللي ملء الثقة بالرئيس عون وأنا كنت عارف أنه رح يطلعوا كلهم مخطئين ولو وين بدأ تصير لسه لان بتلاحس كل جمع عملية شو بقولوا قنابل دخانية ومعارك الهائية ومنورات وقتال تراجعي هل تعبيب تحبون ما هيك كل جمع عنا شغلة ساعة مجنسين ساعة اللاجئين ساعة هلأ بكرة لا ما نحكي عن تشكيل الحكومة خلصت نحكي بلو حبيب خلصت معنا وقت لا ما رح يخلص الوقت ولو بعد معنات الساعة طيب كيف ستؤثر هذه الأحداث والتدعيات على تشكيل الحكومة لن تؤثر هذه الأحداث والتدعيات على تشكيل الحكومة رح لك أنت بتعرف أنا بقول دايما أنه أنا بنهار 14-20-1990 كنت متفائل بقى تفائلوا بالخير تجدوا وهي دي مش تفائل مبنى على ما شيء أنا تفائلوا لمبنى على معلومات تشكيل الحكومة هو وفق أحجام الكتل النيابية لا أكثر ولا أقل بقى هالقنابل الدخانية والزوابع أنت متأكد مننا أنا أكيد مننا طيب إن شاء الله يطلع معك حق إن شاء الله يطلع معك حق إذا قصت الأحجام النيابية الوزير جنبلات مع احترامنا وتقديرنا لوليد بيك يعني ما بيطلع له أكثر من وزيرين ما هيك؟ لماذا بدوا نعطى ثلاثة ما زالوا الأحجام؟ نحن عم نقول نحن عم نطلب أن نعطيه وزيرين هلأ رحلك وين الأخد والراد على حجم الأخد والراد على حجم يقوله أربع يصطف المال أنا عم نقول أنه إذا قصت أحجام الكتلة تبعيته نحن عم نحكي كتلة كدروز ستة وأكيد الأستاذ أنور الخليل بيقول أنه نحن مش بعاد عن وليد بيك عندك المير طلال لوحده ومصرين ومتشبسين بعدم منح المير طلال مقعد وزاري ما أعرف كيف بدك تنحال هذه أنت بدك تقل أنا يلي عم بيقول لك أنه هادي تفاصيل على شخص وشخصين من هون ما بيأسروا على تشكيل الحكومة الكبيرة كيف رح يكون الحل ما أعرف مين رح يتنازل كيف رح يتفقوا مع بعضهم مش هادي القصة لك بالقصة الكبيرة أنه الأحجام تقرر وفق الأحجام وفق أحجام الكتلة البرلمانية مطاعب وفق الأحجام بعد وقف القصة على ثلاث أربع ما قاعد بس تنحل يا الرئيس بيكسر من حصته يا الرئيس الحريري يا الوزير ما بعرف مين بيكسروا من حصته ولا التاني بيربح شوي بيخسر شوي القصة من نواقف من شهر أنا برأيي رح تنحل لي رفض رئيس الحريري رفع عدد الوزراء اكتراح اثنين أو ثلاثين هلأ أنه ما بديو يمثل علوي وما بديو يمثل أقليات ولا قصة أبعد من هيك رفض رئيس الحريري في إصرار منه أنا برأيي القصة أقل من هيك نحن نكبر الحكومة لأنه لبنان مبنى على طواقف ولي تمثيل الطواقف اللبنانية في نظريتين في نظرية طبعا نحن أنه نحن نحن نحب نمثل كل الطواقف أنه بالنتيجة معقول واحد يكون سرياني ما بيطلع له ما بيطلع له يعمل وزير ولا علبة ما بيطلع له يعمل وزير كتير هيده وير مش وي صغير بالنسبة للرئيس الحريري عم بيقول أنه هالحكومة من 32 وزير كتير كبيرة لبنان بلد صغير كمان ما فيك تحط له 32 وزير يقعدوا وبتصير تدخمهم بوزراء الدولي اللي بيقعدوا بس لي صوتوا بقى هون تبين بوجهات النظر كمان ما بعرف كيف رح ينحل هيدا الأمور بيحلوا فخيمة الرئيس وبيحلوا الرئيس المكلف بيقعدوا مع بعضهم وبيتفاهموا عليه وفي تفاهم كتير كبير بين الرئيس عون والرئيس الحريري والرئيس بري كمان من هنا ما بعتقد هيدا رح تكون عائق مش هون العائق أنا برأيي التفاصيل الصغيرة هي عم بتعرقل بصورة مؤقتة وبصورة مبسطة موضوع تشكيل الحكومة بس أنا بأكد أنه من هلأ أسبوعين ولا بعد العيد رح تكون مشكلة الحكومة ما فيه إشكال ما كل اللي عم نحكي معهم عم بيقولوا أنه ما فيه هالإشكالات الكبيرة قبل كان فيه إشكالات كبيرة كان فيه خلافات على بيان الوزارة في كتير أساس هلأ منه هيك أبدا الموضوع أبدا منه هيك الموضوع بس لافت مبارح سمحت السيد نصر الله بخطاب طويل وقيم ومهم ما تجنب الخوض في الموضوع اللبناني على غير عطو حتى بكل المحطات كان دائما سمحت السيد عنده التفاة خاصة وإطلالي على المشهد اللبناني مبارح ما كان هيك تعرف لاي لأنه مبارح كان الكلام عن القدس على الرأس ولقد دائما فيه إطلالي على المشهد والقدس لأنه ما فيه إشكال هو إجمالا بيحكي وقت اللي بيكون فيه أخد ورد وبيحكي لا يحسم الأخد والرد وقت اللي بيكون فيه أي لبس بموضوع موقف حزب الله ولا موقف الثناء حزب الله وحركة أمل هذا ما فيه لبس فيه موضوع مسهل الموضوع من ناحية هذا الثناء وبالتالي ما فيه زوم نحن كلام مبارح بموضوع بموضوع كتير كبير بموضوع بمس مش بس بالعرب والمسلمين بمس بالمسيحيين أصلا لأنه نحن حقوقنا بالقدس مثل حقوق مثل حقوق المسلمين ومثل حقوق اليهود ومثل حقوق كل الشعوب القدس هي قبلة الديانات الثموية الثلاثة القدس هي مدينة مدينة المسيح بقى وقت اللي بتحكي عن القدس بمحل ما أنا برأيي لازم يكون ما ينحكي عن شيء آخر لأن القدس شغلة كتير كبيرة نحن نتأمل أن القدس توضع تحت المظلة دولية نتأمل أن القدس يكون مدينة مفتوحة لأنه نحن كلبنانيين وكمسيحيين نحب نروح على القدس تعرف أنا جدي كان يقل 130 سنة وحيب بروح على القدس ونحن مش قادرين نروح على القدس من وراء الوضع الاحتلال الإسرائيلي اللي موجود فيها ومن ثلاثة يام عم بيقلي بيقلي يارات فينا نروح على القدس معقول ما فينا نروح على القدس وأنا حيب نروح على القدس القدس يعني نحن نتأمل أن القدس تتحرر لأصير في كل واحد كل مؤمن يقدر يروح على القدس تتحرر بشي طريقة عن الطرق بس من شن هيك موضوع اللبناني محلول موضوع الحكومة اللبنانية ما في عرقلات من شن هيك السيد بحكي عنه عظيم وكيف بدأت تنحل قصة القوات والتيار الوطني الحر ستكون حكومة مدخل للحل أم باب لمزيد من المشاكل بين الطرفين نحن نتأمل مشاكل مش جاية من عندنا نحن نتأمل أن الحكومة يرجع لأو ما كان عليها ما كان المشكلة جاية من عند القوات اللبنانية إطلاق النار من وزراء القوات اللبنانية على وزراء التيار الوطني الحر طمعا بما بعرف شو يعني نحن الوزير الحصباني كل الوقت مثلا بيهتم بالكهرباء أنه معقول هو وزير صحة وبعينه الكهرباء أنه خلينا نسلم شي ملف بالكهرباء إذا بيعرف ما يعمل وزير صحة إذا هلأ إذا هلأ نحن أطلقنا نار وزارة الطاقة إذا طلبها إذا أقل لك شغلي نحن وزارة الطاقة عم نشتغل فيها ألا فيه هلأ وصلت لمرحلة يلي بدأ تطلع بدأ تنحل قصة الكهرباء وبدأ تنحل كل هالأمور وقت اللي بيجتمعوا كلهم مع بعضهم بيعرفوا أنه نحن معنا حق بموضوع الكهرباء عند التيار الوطني الحر ما فيه فساد يلي عنده أي شبهة فساد يتفضل يطرحها أما زر الكلار رماد بالعيون هذا كله بالهوى ما منقبله ريت الديار اليوم ضحكت شوي لا ما بقراها بس أنه لا بس أنه ياخد 25 مليون دولار طبعا الوزير بسيزارة بخليل طبعا سيزارة بخليل ورواية يا حرام شأنه الرواية التركيبة طل الوزير من هون وما شايفه وهذا شو قالوا له فيه وفيه واحد بيشبه الوزير بسير فيه شي بيدحك فيه بده يرفع دعوة ما عندي فكرة هو الوزير لا سؤال أنا بس لأنه خبارية 25 مليون دولار حق الياخد تعرف تعبوا النيس لكننا بطيارة الوزير بسيزرنا بياخد خليل هم بيقولوا أن الطيارة تضط على الياخد كمان هي كمان بتعرف أنه لا بس هيدا من ضمن حرب المفتوحة بتعرف لسوء الحظ لسوء الحظ أنه حرية الإعلام تقف عند حرية الفرد وتقف عند عند الصدق يعني وقت اللي واحد بيقدر يسبح لنفسه يحكي كلام مثل هيدا هيك هيك وأنه بدك تتشك عليه وتتابع وإذا بتحكي كلمة عنه عم بتصبح حرية الإعلام ما أنت عم بتصبح حريات وبكرامات كرامات الناس وقت اللي بتقول أنه الوزير أبو خليل عنده يخت حقه 25 مليون دولار يعني شو عم بتقول عم بتقول الوزير أبو خليل بيسرق سرق مصاري من ال من ال من الوزارة من الوزارة ما قريت المال بسرق من شانت يقدر يشتري ياخد 25 مليون دولار طيب هيدا طيب هيدا إذا أنت قلت بدي أقفل هالجريدة لأنه عم تكزو بتكون عم بتبس بالحريات العامة هيدا مش حرية عامة حرية العامة هي وقت اللي أنت بتكون عم تقمع حرية الإعلام لما الإعلام عم تمنعه من قول الحقيقة بس أما لما بيكون فيه إعلام كاذب أنت من واجباتك الأخلاقية والسياسية والحقوقية أنك توقف وأن تحده طيب كيف بتفسرها ما بعرف كيف بتفسرها خلاص فقط خلاص يعني لازم يعني صار الموضوع مقزز لازم يوقف بالقلية القانونية كيف بتوقف جريدة من أنها تكذب ما بعرف بس لازم تكون موجودة هالقلية القانونية كان لافت بكلام الوزير بسير بخلوة القتال القادري خلوة التيار بزحلي بدنا نحارب الفساد مع حزب الله ونعيد بناء الدولي مع مستقبل ونرجع نعيد إحياء المصالحة مع القوات أنه كل فريق له هذا فساد مقصود بس محاربته مع حزب الله وبناء الدولي مع هذا والقوات هكذا هكذا السؤال الوزير بسير اللي الناس مفكرين أنه هو كان عم بيهاجم الوزير بسير عم يبعث مساج طواف وقيمة إيجابة لكل الناس يعني برجع بقلك بموضوع حزب الله حزب الله كان متهم أنه أنت بيلك بالأمور الشرق أوسطية وبيلك بالدفاع عن لبنان وبيلك بالوضع بسوريا وتارك الموضوع الأساسي ولا أحد المواضيع الأساسية هو موضوع الفساد وهو صار في اتفاق بين الوزير بسير والسيد حسن قبل الانتخابات أنه بده يصير في دخول بالمباشرة موضوع مكافحة الفساد عم بيقول نحن اتفقنا معهم وعم يرجع الوزير بسير يعمل إصرار وتأكيد أما بموضوع العلاقة مثلا مع القوات اللبنانية عم يرجع يعمل إصرار وتأكيد أنه نحن مضينا ورقة نوية معهم وهي لا تراجع عننا ونحن المنكافات اللي حصلت مثل ما نحن اتهمنا حزب الله أنه مش عم بيعمل كفاية بموضوع مكافحة الفساد عم نقول أنه نحن المنكافات اللي حصلت مع القوات اللبنانية بدأت توقف بعد تشكيل الحكومة وبدأت نرجع نحي العلاقة الطيبة اللي كانت أتت على أثر اتفاق مع راب وعلى أثر توقيع ورقة النوية هوا نحن كنا من يلي نتهم الرئيس الحريري وفريق الرئيس الحريري بأنه ما عم بيعم ما عم بيساهم ببناء الدولة مثل ما لازم ببناءها الدولة العصرية هون عم نرجع نقول بعد الأخذ والرد معه وبعد جلسات طويلة مع الرئيس الحريري وبعد التزام متبادل نحن وياه عم نرجع نقول أنه هيدا الزلمة عم بيلتزم معنا ببناء الدولة وحطينا ايدنا كلنا بييد بعضنا منشان نرجع نحي نعمل للدولة اللبنانية هيدا هو الكلام هو عم بيخبر شو صار بنتيجة الأشخاص اللي نحنا كنا متهمينهم بقصص هيدا هي اللي صارت هيدا كلام الوزير بسيل واضح مثل عين الشمس بس أنا عم فسره لمن يمكن أن يكون التبس عليه الأمر أو يمكن أن يكون هو يتهم الوزير بسيل بكلام بطريق لا لا بالعكس كلامه كان جدا إيجابي لكن كان فيه استثناءات بكلام ومنه أنه لم يأتي على ذكر المرادة الوزير الفراجي لم يأتي على ذكر الرئيس بري اللي هو مدميك أساسي في مشهد سياسي كمان الداخلي لم يأتي على ذكر الباقيين اعتبر أنه خليني أقول الحكم يدار من قبل هذه القوى اللي ذكرت لا ما اعتبر هكذا هكذا فعلية مش هكذا البلد هلأ ممسوك من هذه القوى استي جورج أكيد فيه أحجام عند المسيحيين في الطيار والقوة اللبنية القوة المسيحية الكبرى يعني مش بلا منازع بس أنه الباقيين أصغر عند عند الفريق الرئيس الحريري هو القوة السنية الأكبر وعند السناء الشيعة ما فيه ولا أي خلاف يعني هني كانوا مرشحين مع بعضهم لما بتذكر حزب الله بتذكر الرئيس بري ما فيه ولا إشكال على الموضوع بقى أنا برأيي أنه إذا كان هو ما حكي عن عن فريق مش معنات أشهل نتائج الانتخابات نيابية أظهرت أنه حزب الله شقال بالحاصل مرشحي أمر مع الاحترام لقلهم طلعوا وهذا بعطي مثل واحد جدا بسيط مرشح محمد الخواجة وحاج أمين شري حاج أمين شري 22 ألف وشوي أستاذ غواجة سبعة أو ثمانت آلاف فرق أكتب يندور هده يعني 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 حزب الله ما عليهم بستعمل التعبير الواقعي بدون أي أي سيح هني مش قاصمين شيعي أول ببيروت بديرة بيغلب عليها الطابعة السنة وزعامة الرئيس الحريري لحاج أمين شري طلع الأول طلع مورر الرئيس الحريري عبدنا نوقف عندها ومرشح أمل طلع بشبسامه القاطرة تبعية حزب الله فيني ألك شغلة وبجنوبة فيني ألك شغلة حزب الله وحركة أمل بهالموضوع بموضوع تشكيل الحكومة وبموضوع الانتخابات النيابية مثل القوات والطيار لا نحن يريد مثلهم الأحجان لا عم بحتي عم بحتي الأحجان لا نحن منا بمحل أنهم نقصمهم هن يقصموا الوزارات مثل ما بدون ونحن منقول أهلا وسهلا نجي نحن نصنف مين بيجيب أكتر ومين بيطلع أكتر ما هنه مش بغتل فين لين نحن بنا نعمل لأيك لا نحن عم نعرض لأرقام نحن عم نعرض لأرقام مثل ما هنه بيعرضوا أرقامنا نحن عم نعرض أرقام على الساحة الشيعية حزب الله أقوى بدون شك هذا ما فيه له لا أنا عم بقول أنه قراءة في قراءة هادئة وباردة وموضوعية بتقول أنه أرقام حركة أمل تلت تلتين بتلت تلتين بتلت تقريبا حزب الله حزب الله القوة صارت بركب شناك حزب الله وديفوت عن مشهد السياسي لأنه بيعتبر أنه حتى بالسياسي وهذا رد على كل يعتبر حزب الله أنه مدخل قيامة لبنان هو بإصلاح الدولة اللبنانية وبمحاربة الفساد وهايدي وصل لهذا الاستنتاج بعد ما عرف أنه الفساد يقوض يعني إجاء أنت بتحمي كل حدود لبنان وبتدافع عن لبنان وبتحرر سوريا وبتعمل كله هيدا الشي وإنما يتكن فيك مكافحة الفساد فالسوس سوف ينخر الدولة اللبنانية من الداخل وتنهار الدولة اللبنانية من الداخل بقى كله بيكون هباء منثورا كل اللي عم تعملوا على الحدود اللبنانية إذا خربت الدولة اللبنانية إذا بطلوا الناس يقدروا يأكلوا إذا بطل ناس عندهم اقتصاد إذا بطل فيه وظائف شو بتكون عملت ما هودة ناسك كمان مش كل الناس أنت فيك تطعميهم في ناس بيشتغلوا لا يعيشوا إذا بطلوا يقدروا يعيشوا هودة شو بتعمل فيه هون هي الأصلا عزيم ما عندك شي بعض تحب تقوله وخلص وقت لا أنا بقدر أقول أنه أنا متفائل جدا بتشكيل الحكومة اللبنانية أنا متفائل جدا باتفاق كل القوى اللبنانية على أنه الحكومة سوف تكون حكومة ربح للبنان لأنه هيدا مش بس حكومة العهد نحن بنقول حكومة العهد بس لما يكون عندك رئيس مثل الرئيس عون يمثل ما يمثل لبنانيا ومسيحيا وكذلك الأمر بالنسبة لأستاذ نبيه بره والشيخ سعد الحريري يمثلوا ما يمثلون بطواقفهم ويكونوا كلها تلاتة متفقين أحسن شيء من شين يكون لبنان موعود بربيع مظهر إن شاء الله جاي الصيفية بعد بكير خلنا شاء الله تكون صيفية منيحة الصيفية منيحة كهربا شوب تعرف أنه مثلا هاودي الخمس تلاف سوري إذا بتبعتهم على سوريا بيصير فيه تغذية أحسن للتيار بيعرسل مثلا بيبطر فيه كهربا هلأ نحن منحط مليون ونصف سوري هون بلبنان ومشتري كهربا من سوريا من شين تنعت للسوريين أنا برأيي يمكن لازم يصير فيه ترتيب بالنسبة له هذا الموضوع لأن سوريا عندها فائط كهربا ومستعدة تعطينا يوضب يعني ممكن لازم يكون فيه شيء مثل ما نحن استقبلنا له لازم هن يساعدونا كمان طيب أنا بدي أشكرك دكتور ناشي حقيق عضو المجلس السياسي في التعيير الوطني الحر أهلا وسهلا فيك نسينا نذكر وضيح حقل حبيبنا لأستاذنا كنتنا أي ليل وبدنا يحوى عم بيكافح عم بيكافح الفساد بذيئنا وإن شاء الله بيرجعنا بالسلام محملا بمزيد من الأفكار النيرة والخلاقة والمبدعة في سبيل مكافح الفساد والله يزيد من أمثاله تحيي تحيي لك والمشاهدين الكرام وإلى اللقاء